تميز الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد اليوم بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سيد سعد الدين العثماني تميز بمناقشة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية في بداية الاجتماع تتبع المجلس عرضاً لوزير الشغل والإدماج المهني حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتين سبعة عشر والفين وتسعة عشر والفين أوضح من خلاله اعتماداً على معطيات البحث الوطني للتشغيل حيث تميزت الفترة بين 2017 و2017 بانخفاض معدل البطالة بنقطة مئوية إذ بلغ 2.2% سنة 2017 مقابل 10.2% سنة 2017 مسجلاً تراجعاً نسبياً في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة بعد ذلك نقش المجلس مشروع قانون يتعلق بالأمن الصيبراني ويهدف المشروع إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية والرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي ويحدد مشروع القانون ميالي قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظام معلومات إدارات الدولة الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغل الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الانترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشر من الصات الانترنت المجلس واصل أشغاله بالمصادقة على مشروع مرسومين يتعلق الأول بالتعويض عن الوظيفة والتنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلابيات العمومية أما الثاني فيتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ويندرجوا هذا المشروع في هذا المرسوم في إطار التدابير الهدفة التي تمكن اللجنة الوطنية للطلابيات العمومية من الوسائل الضرورية للإطلاع بمهام الموكلة إليها ثانيا مرسوم رقم 2-18-9-11 بتطبيق القانون رقم 39-13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تقدم باستيد وجير الجهاز والنقل واللوجستيك والماء ويهدف مشروع المرسوم إلى تمكن المدرسة من تحيين هياكلها التطيرية والتنظيمية على مستوى الشهادات المسلمة وكذا من مسائرة الإصلاح العام للتكوين الوارد في المطاق الوطني للتربية والتكوين المجلس صدق كذلك على مشروع قانون يواثق بموجبه على اتفاقية بخصوص التعاون العسكري والتقني بين المغرب والأردن وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون العسكري بالبلدين حيث تحدد مجال التعاون العسكري على سبيل الحصر كما تعدد أشكال هذا التعاون وتضمن الاتفاقية للطرفين سرية المعلومات المحصلة عليها بحيث تحضر نقل هذه المعلومات السرية إلى حكومات أو مؤسسات أو أفراد بلدين ثالث إلا بعد موافقتين مكتوبة بين الجانبين وتبقى لأحكام الفصل 92 من الدستور صدق المجلس في ختام أشغاله على مقترح تعيينات في مناصب عليا تم تعيين كل من سيد موحى ترويرا عميدا لكلية العلوم والتقنيات بجامعة القاضي عياد مراكش وزارة التربية الوطنية والتكويل المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم والبحث العلمي السيدة زهراء الرامي عميدة لكلية متعددة التخصصات بأسفي بجامعة القاضي عياد وزارة التربية الوطنية والتكويل المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ثالثا السيد خالد القلعي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالصورة بجامعة القاضي عياد بن براكنش وزارة التربية الوطنية والتكويل المهاني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وهكذا يكون مواضيع المجل الحكومي قد انتهت